السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم نتمنى انكم بخير والخير طب طب 5 مهم اليوم اجيتكم وعباشركم بروكة بعدها اليوم اجيتكم بجوج انواع دير بيزا اللي كيجيو اكتر مراعين احسن بيزات دقت احسن ميني بيزا دقت كيجيو غزاني 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 و السهلين والخاصين كنتم نتمنى انكم تجربوهم مهم في هذه الحلقة هندير معكم العجينة والحشوات لا تنسوا نشاء البنات بلايكات اتبنا في القناة وضعوا لي ادي كومنتات وشكرا بزاف لتشجيعات ديركم المتواصلة شكرا بزاف مهم هنا نخدو سالة دي ولا شي حاجة مهم هنا عندي كاس دير العنبة دير الفينو درت كاس ونص دير العنبة وغادي ندير معها كاس ونص دير الفورس دير الدقيق الابير هادي في المرحلة الاولى كاس ونص دير الدقيق الابير هادي نديرو الملحة لحسب الضوء ومعقة صغيرة السكر ومن بعدها هادي نزيدو معلقة كبيرة دير خميرة الخبز خميرة المعجونة وغادي نزيدو معلقة كبيرة او جوش المعالي دير حليب بودرة اللي ما عندوش حليب بودرة يجن بوحد كاس دير الحليب العادي مهم هادي كعطائها كتجير الطبع مهم غادي نزيدو الماء غادي ندير جوش كيسان تير الماء جوش كيسان تورنس جوش كيسان تورنس كمقتر حسب الداقع أضع 3 كيسان خلطي كمقتر وتضع 3 كيسان و نضع 3 كيسان ثلاثة كيسان ثلاثة كيسان ثلاثة كيسان و نضع خلطي كيسان نضعها أفضل بلاستيك وانا اضعها في ميكوروند باش دقيقها لمدة 10 دقائق غيرت ان تددينا واحد البقاعات كيفما تشوفو البقاعات او فقاعات او بقاعات او فقاعات حالكة مهم وكن حلطها وكيف دون نزيدو في الدقائق في الدقائق الفورس بيان شير الدقائق الفين ودلناه في الاول مهم هنا نسيت مدرش معاكم الزعتر شهوية وغادي ندير توماني كتبقى اختيارية شاية تحت او حد ما دقائق رائع وهنا لم تتصورتش ليجو جمعا الكبار دي زيت الزيتون تهيى تضيفوها وهدين نضيفو في الدقائق مهم المقادر غن نخلى لكم في صندوق الوصف هنا هننضيفت لسل كسان دي العنباء دي الدقائق مهم كتتجمع لي نخصة تبقى خفيفة البناس حتى إلاجات خفيفة كتجي رطبة في الفم فاشكة طيب كتجي رطبة ما كتجيش قاسحة وما تديروش جام يديرو بيزا قاسحة مهم دي ما تكون رطبة كيفما يعني تبقى تلصق بحركة كيفما كيفما كتشوفو معا مهم انا قسمتها على ثلاثة على ثلاثة الكوريات وغادي نحطها على الجنب وغادي نبدأ ناخد بكوريا ما نخلي ولا تخمر لا تشي هذا كيف مجمعنا غادي نخدموها هادي را بيزا بلا بلا مكتخمروه لكنها تجي رائع بحالي لا راها خامرة مهم هنا غادي نقرسوها كيفما كتشوفو وغادي نقطعوها بحالك بهاد القطع دائري مهم نعندوها دولة ديال الحديد مهم كين بكاس تقدرو تقطع كاسها كارسو غلا تقدرو تقدرو تقطع يعني مش درور يكون عندك هاد المون الدائري وغادي نحطوها في اللاطة اللي تدخل الفورن وغادي نتكوها كب الفرن وندخلو على الفرن يكون سخون بزدافع انا متين واشين درجة نشعلو على غير تحت ما نشعلو وخلي واحد نشوفها شدت في راسا وندفعو على كيفما كتشوفو كيفما كتشوفو يعني كتجي اكتر من رائعة كتجي اه جوينة 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 وخامة خامرات را كتجي بحال بيزا كيفما كتشوفو را كتخرج لكم ما شاء الله هنا بالنسبة للحشوة الاولى نستعمل السوستومات اي سماء عندي هادي جاهزة ولا تصوبوها في الدار وعندكم طن وهنا الكبار الكبار اللي يعطيها ماداق لا يعلى عليه كيجو حد الماداق اللي رائع رائع تيعطيها حمودة وزيتون كحل وعدنا الموزاريلا جبنك الموزاريلا او لا كتحكوها انتوما او الجبن المحكوك بيانسوغ العادي انا غير بغيت نوريكم اما نومان ممكن نحطهم كل مفوق فلاطة اللي تدخل فرن وكلم دان كباركة ونحط موين بغيت نوريكم حلقة حتى تضيع التصوص طيب ما كتعرفوه لها طن وعندنا كبار مكان كتر منه حتى يكون في حمودة يعني ما خصيش كون بزاف يعني ما تعجبش ايضا اعجب لي اعجبني اعجبني اكبر و سوف ادللها جوب الموزاريلا و الزيتون بالنسبة للبنات اللي انا في فرنسا كبارها كين في ليدل رخاس رخاس بسيسير و يجب ان اعجب عليها قاعدة لسيبرمارشي كين هو الكابخ او فرنسي و الكبار بالعربية و كيف تشوفو معا في المغرب رام و جود في مام شي تو و راه موجود نحن لا نستعملوش بزه ولكن هو انا نستعملو في رمضان نستعملو في الورق يعني مع البريك نستعملو في زفت الاوكلات اكبر في رمضان كي يعجبني او كي اعجبني و كي اعطلو احد الماداق اللي هو خيالي للبيتزا غير حبت منو كي يبدل لك هذي الماداق دي البيتزا الكلاسيك العادية مهم غادي انا نستمر بحلقه نديرو جوب الموزاريلا و نزيدو عليها لديك زيتو هنا بحلقه و نضيفه في الاتر لتدخل الفرن هنها غادي ندوزو الحشوة الثانية اللي كيتكون بالسلصل البيضاء انا مكنسعم مش صلصل البيضاء كنسعمل هاد الجوب اللي كي اعطلو هاد الماداق رائع جدا 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 مهم من انه يعطيكم اختيار و هنها نستعمل سمو فيمي او تخويت فيمي انه يتبع بحلقه اللي ما عندوه هذا يدير غير للتخونح ديال و اللي ما عندوه لاده يدير يدير نضيف جبن المودزريلة و الزيتون هذا الجبن هو بحل كيري و نضيفه التومة و السيبولات نضيفه قصبور و التومة نضيفه نفس المعدة اختياري لما عنده الجبن يستطيع التخام فخش اختيارات نضيفه جبن المودزريلة و الزيتون من الفق نضيفه جبن المودزريلة و الزيتون من الفق نضيفه جبن المودزري قمت بعمل المودزري تبقى سوف نقوم بتحضير سمو و سوف نقوم بتحضير سمو نضيفه جبن المودزري خيالي بالنسبة للسرعة نصحكم ان تفضلوا بالبيزة و تكون مودزة و الأخرى السمو و جبن تهيارة قمت بحرارة قمت بحرارة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته